حدة المعارك تتصعد في عدن في يومها الثالث إذ كان القصف بالمدافع والدبابات هو المتحكم بالقتال بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وقوات الحماية الرئاسية وفق مصادر عسكرية فإن التصعيد بدأ مع استحداث الحزام الأمني ثلاثة مواقع عسكرية على الجبال المطلة على قصر المعاشيق حيث مقر الحكومة قوات اللواء الأول حماية رئاسية من جانبها ردت على مصادر النيران وشنت هجوماً واسعاً سيطرت خلاله على معظم أحياء كريتر ووفق مصدر عسكري فإنه يجري التفاوض على انسحاب الحزام من شارع أروح وظهرت مقاطع مرئية نشرها ناشطون لقائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد سند الرهوة وهو يتجول مع مقاتلي بالقرب من معسكر عشرين وأحياء في مديرية كريتر بعد أن كانت الحركة للألوية الرئاسية محصورة في محيط قصر المعاشيق المطل على البحر سبق ذلك تمدد للمعارك خلال الساعات الماضية إذ دارت مواجهات في محيط جولة كالتكس بمديرية المنصورة بعد أن اندلعت مواجهات مماثلة في المعلى وخورمكسر وجبل حديد ووفق مصدر عسكري فإن قوات الحماية سيطرت على جزيرة العمال معسكر بدر القريب من مطار المدينة شهد معارك عنيفة امتدت لمحيط المطار ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطار سيئون بمحافظة حضر موت منزل وزير الداخلي أحمد الميسري كان نقطة لاحتدام المعارك إذ حاولت قوات الحزام تحقيق مكسب عسكري بالسيطرة عليه فيما شهدت المناطق المحيطة به اشتباكات منذ مساء الأمس وفي ظل توسع نطاق حرب الشوارع تزيد متاعب المدنيين العالقين في الأحياء السكنية التي أغلقت على الفور وارتفعت أصوات المناشدات بوقف المعارك وتأمين ممرات عبور آمنة